في البداية كده إزاي نادي الأهلي استعد لهذه المباراة؟ استعد استعداد بناء الموسم أو بداية الموسم بناء للموسم الجديد وده يدينا يعني نقول إيه ميزة وعيب في نفس الوقت لأن أنت رجليك مش في الملعب ناس كتير بتقول إن الدور الجزائري بتدها وما بتداش بالمناسبة هو النهاردة الخامس عشر من سبتمبر ينطلق الدور الجزائري فحالنا حال فريق اليوسمع أو الاتحاد العاصمة الجزائري اللي هو الغريم بالنسبة لنادي الأهلي أو بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية ميزة النادي الأهلي أنه متعود على الاستمرارية في النتائج الإيجابية على مدار مواسم متعقبة وما بيدخلش عليه لعيبة كثر كتير ما بيدغيرش في الإطار الفني بتاعه حتى وإن كان ناس كتير أوز علانة عن أنه موديست مثلا ألعب الفرنسا المنضم حديثا لأن النادي الأهلي مش هيلعب مباراة النهاردة لأنه لم يقيد أو لم يسمح له بالقيد من الاتحاد الأفريقي كل يوري ما كانش عمل حسابه فيه حتى لو كان موجود في السكواد ما كانش هيبدأ به عشان نبقى واقعين هو بس كان عايزة ديله روح أنه موجود على البنش على دكة البودلاء لكن واقعيا منطقيا حتى الرجل المغربي اللي جايك حتى إمام عشور ماينفعش يبدأ هذه المباراة يمكن إمام ممكن ما بينه ما بين أفشا كإمام لعب فاهم العقلية للعب النادي الأهلي أول صفقة جت حتى ما قبل نهاية الموسم الماضي ممكن يكون فيه خلاف بالضبط كده وعارف العيبي النادي الأهلي وبدأ معهم فترة الإعداد وخاض معهم مباراة كان حتى في المدرجات أو احتفل معهم حتى ببطولات لكن مودست لا ما كانش ينفع أنه يبدأ هذه المباراة وما كانش هيعتمد عليه بشكل أو بآخر من مارسيل كولر هذا السويسر المدير الفاني النادي الأهلي فالمنظومة العامة أو الكيان أو الإطار العام بتاع العبين اللي يكونوا موجودين على الأرض الملعب هم اللي حققوا دوري أبطال أفريقيا هم اللي كانوا موجودين بطل الدوري وبطل الكاس ومشيين بخطة ثابتة ومن ثم الشكل العام أو الإطار العام باستمرارية هو اللي هيدي أدفع عند الجاوميزة أكبر على أرض الملعب لنادي الأهلي أنه يكون موجود بكعد عالي زي ما بيقولوا على الغريم النهاردة اتحاد العاصمة الجزائر كله رحي لعب إزاي؟ أربعة تلاتة تلاتة النهاردة هي لعب أربعة تلاتة تلاتة وعلى الأغلب هيستخدم مروان عطية إلى جوار أليو ديانج كثناء ارتكاز كلعابة بمركز ستة يعني صريحين وهذه دي حرية حركة مش مركز ثمانية لمحمد مجدي أفشل اللي هو ابتدى بين النهاردة دينه مركز عشر اللي هو قصانع ألعاب وده دي فرص أكبر للنادي الأهلي أنه يصنع خطورة أكبر أو تشغيل التقديم على بيرسيتاو حسين الشحات ومحمود عبد الملعب كهرباء على الأغلب هو مش هيجازف بلعب آخر ما كانش برضو في الوسطة روس اللي كانت مكملة من الموسم الماضي والده عندها سيستم ذهني بالصلابة الذهنية أنه أنا عايز أفوز أنا عايز أكمل على الأغلب حتى وقين لم ينضم للنادي الأهلي لم يخوض مباراة مع جنوب أفريقيا لأ هو انضم حلو حلعالي معلولة على سبيل المثال لعب مباراة تونس الأخيرة أمام مصر المنتخب التونسي لم يمتثل رغبة نادي الأهلي زي ما امتثل المتخب مصر أنه يرسل لعابي نادي الأهلي ما قبل هذه الودية في التوقف الدولي لكن حال أليو ديانج المالي استقر مع متخب مالي ولكن أنه اللعبين دول جهزياتهم البدنية مع بداية الموسم مع معسكر النمسى بالنسبة لنادي الأهلي ومعسكر المنتخبات بتاعتهم لا أفكر أنه مرسيل كولر مش هيجازف لأنه هذه المباراة اتحاد العاصمة مش هيفتح خطوطه وهيبقى محتاج أنه كل اللعبين المهاريين موجودين على الأرض ما لا بيخلصوا من البداية ولا هيعاني نادي الأهلي عظيم مرسيل كولر أعتقد أن كل طلباته أجيبت خلال الفترة اللي فاتل معسكر في النمسى وتعملوا المعسكر برة أن العابة نادي الأهلي ما تشاركش في الوديات وبالفعل ما شاركوش في آخر مباراة للمنتخب مع تونس وأخيرا المهاجم أنا عارفين طلب طبعا جي متأخر شوية أو لاستجابل هذا الطلب متأخر شوية وهنتكلم عن هذه الصفقة لكن كل طلباته أجيبت منتظرين إيه منه خلال الموسم الكرة والحالي كل البطولات كالعادة جمهور النادي الأهلي لا يشبع من الألقاب بداية من اليوم اليوم هو افتتاحية الموسم بالنسبة لنادي الأهلي فإنه علشان تحافظ على الألقاب الخامسة اللي أنت أنجزتها في مسيرتك الأحترافية أو لمارسيل كولر بشكل شخصي مارسيل كولر الأحترافية ليس مسيرت نيل الأهلي طبعا نيل الأهلي حدث والأحرج من الأرقام يعني بكلم عن السيزون اللي فات والحفاظ على هذه الألقاب مارسيل كولر عايز يقول أنا كمان زي مانو الجوزي على سبيل المثال البرتغالي أو المداربين اللي حققوا دور أبطال أفريقيا يليها كأس السوبر الأفريقي فإنه عايز يعمل تاريخ في النادي الأهلي وفهم عقلية جماهير النادي الأهلي إنها لا تقبل إلا أنه أفوز بكل بطولة وعارف كويس قوي قيمة ألفوز في بداية الموسم اللي هيريحه على مدار الموسم ما بعد كده مباراة واحدة صعوبتها أنها مباراة واحدة ما فيش تعويض فعارف كويس قوي قيمة إدارة هذه المباراة من أول دقيقة على الشعر الأمور الفناية في هذه المباراة على الشعر ولو النادي الأهلي يقدر أنه يتحكم في الإقاع والريتم من بداية هذه المباراة زي ما قلنا تحضل عاصمة الجزائري مش هيجازف في فتح خطوطه أمام النادي الأهلي لكن هو قوته في جماعيته مالوش ملكة ودعيبه ولو النادي الأهلي ما قدرش أنه يزبط إقاع نص الملعب والأداء الدفاعي هو كده كده هيلعب من على الأطراف لأنه من العمق صعب جدا هم يعملوك زحمة وهي دهيئة وعليك المساحات فلو لعبت من على الأطراف دور نص ملعب مروان عطية في التغطيات العكسية لما يطير مثلا محمد هاني أو علي معلول ما تقول لي كده التشكيلة كلها على بعضنا نقولي التشكيلة كلها طبعا لا خلاف على الشناوي كابتنا وقائد للنادي الأهلي موجود على رأس التشكيل علي معلول في ناحية الشمال محمد هاني في ناحية المين عبد المنعم وعلى الأغلب ياسر ياسر إبراهيم هو لا يبدأ أو رام الربيع بس على أغلب ياسر إبراهيم الاثنين مستقرين في الكقالباي دفاع بالنسبة لي النادي الأهلي قال يو ديانج مروان عطية على الأغلب مش إمام عشور أفتكر أن محمد مجدي أفشا هو الأقرب أنه يبدأ هذه المباراة برسي تاوحسيني الشحات كهرباء العين على نص ملعب المرد دايما المحور لعب نص ملعب المرد لون منت قوي في نص ملعبك ومتحكم في التيمبو بتاع المباراة الإقاع بتاع المباراة والتحرقات بدون كورة مع التغطيات لو هتستخدم الأطراف محمد هاني وعلي معلول في انطلاقتهم يبقى لازم التغطيات تكون سليمة مقبل مقه وإلا تعاقب بشكل مباشر وهم عندهم سرعات بالذات الثنائي المالي أفتكر اللي موجود إلى جوار لعب من بوتسوانا ثلاثي إفريقي تقيل مع سرعات الموجود لأنه نجمهم الأساسي هو مدافع اللي بيلعب الدولي الوحيد اللي بيلعب فيه المنتخب الجزائري الأول مع المحترفين لكن يبقى دون نجم في نص الملعب والتلت الهجومي إلعب على الهجم المرتدي يختفق يسرقك لازم تكون صاحي في كل وقت وأول ربع ساعة دايما بنتكلم معنا في الدوري أنه الناد الأهلي بيحاول يختف فهذه المباراة لازم يختف علشان يريح نفسه لأنه تحادي العاصمة والراجل الدهية اللي هو المدير الفني عبد الحق من شيخة الراجل ده فايز بدأ بكأس السوبر نفس هذه البطولة السنة اللي فاتت مع نهض البركان المغربي وكان بطل كأس كنفضرية الأفريقية ومن ثم عارف يتعامل مع بطل دوري الأبطال اللي كان فاز بيها الوداد على حساب الأهلي وقتها فهو فاز على الوداد فمعنى كده أنه عنده الخبرة البدجراوند القوية اللي تجدله شخصية وهو واقف على الخطوة اللي تلك هو بيتكلم بثقة زيادة قوي أنا هعرف أتعامل مع نهض الوداد إذا ما تعاملت مع الوداد إيه اللي حصل يعني السنة اللي فاتت قدر كراره السنة دي ولازم أنت اللي تحجمه واللي تخليه هو اللي يبقى الآن لأنه طول ما مرر معك تعادل ماشي الوقت صدر لك أنت الضغط وهو قالها في المؤتمر قال لك نهض الوداد عليه الضغوط مش أنا نادي الأهلي مفروض ليفوز أنا بدعب بدون ضغوط أنا هستمتع بالمباراة فهقلقه ده ضغط في حد ذاته بالظبط كده طيب هل إحنا بحتاجين يشوف أكرم توفيق في المباراة دي أكرم توفيق بقله كتير بعيد مع بعض إصابة الرباط الصليبي وتقررت أمم أفريكة سمع أمم بعدها مع نادي الأهلي أشوف أنه ما يجذفش مرسلكولر بأي لاعب حتى رضا سليم الرجل المغربي القادم حديثا إمام عشور برضو ما يبتديش هذين مباراة كل اللاعبين اللي مش مستقرين مع نادي الأهلي واللي حققوا البطولات في الفترة اللي فاتت واللي شاركوا حتى في معسكر النمسا في الوداية الوحيدة أمام فريق من سلوفينيا أفتكر كان هو الوداية الوحيدة كانت في النمسا لا بلاش من البداية بلاش تغير في الهيكل العام في مثل هذه المباراة الحساسة ولا يتخطف منك المطش لكن لو مسكت المباراة في البداية تقدر تجرب بقى بالذات كده إنه أرتاح في النتيجة حتى لو واحد لا شيء بس أنت متحكم في الإقاة تقدر أن أنت تدخل بعض اللاعبين ومش بالشكل اللي يخض الفرقة اللي يبوز المنظومة العامة الاعتماد دايماً لعابي نادي الأهلي زي ما قلت معظمهم هم اللي حققوا دورة يبطال الأفريق في مرة واثنين وثلاثة مش يعني ده معظمهم مستقر ودي ميزة الفرق الكبير احنا بنتكلم عن الليفربول اتنين تلاتة بس هما اللي دخلوا في التشكيل النادي الأهلي نفس الكلام اتنين تلاتة هما اللي موجودين بما فيهم خلنا عبل الفتاح مثلاً اللي بقى صفقة لأنه اتمدد له العادة أو خاصية الشراء النهائي فبقى صفقة من الصفقات لكن اسمين تلاتة هما اللي بيخشوا على الكيان أو المنظومة بمعدل أعمار يخليك مستقر خمس ستة سنين بفريق أساسي واللي بيخش بيخش في ترس مستمر زي مروان عطيها على سبيل المثال جي في يناير قبل كاسة العالم أن دي السنة اللي فاتت ومع ذلك دلوقتي من أفضل اللعبين الموجودين في الدوري لأنه انخرط في فكر مارسل كولر والمنظومة العامة اللي بيلعب بها لعابي نادل أهلي على الأرض الملعب لأنه لو مش فهمين بعض تبقى كارسة في النادي الأهلي طيب كولر زي ما قلنا كده حيبقى حاطت قيمة مختارة من اللعبين اللي حتكون موجودة في الملعب الدكة أعتقد أنها لازم يبقى لها حساباتها كمان لازم تكون قوية طبيعي صحيح في غيابات لأنه طهر محمد طهر مش هيكون لي دور في هذه المباراة على سبيل المثال أو كوكا دبيس كريستو مش موجود طبعا أنتوني مودست هذا الفرنسي زي ما قلنا برا السكواد لأنه مش هيسجل حتى في مباراتي سان جورج الإثيوبي في دور 32 من دور الأبطال هيسجل في القائمة الجديدة اللي هتلعب دور المجموعات في دور الأبطال الأفراج لكن اللي موجود كريم ندفد على سبيل المثال مش هيكون موجود هو في قاهرة أصلا أنه أصيب زي ما حمود متولي في بعض الغيابات لكن اللي موجود يسد زي ما بنقول يعني لو أفشا هو الموجود على الأرض ملعب بديل وثقيل كصفقة وهو إمام عشور وعقليته وينفع أنها الترجم وشوفناها في المبارات اللي ودية كان يقدي بشكل كويس جدا اللي كانت فيه النمسا أيضا نحن بنكلم عن رامي الربيع متقلق في الفترة الأخيرة رغم الكبر سن ولكن يديك ثقة أنه لو حد من السرد بكين ما بين محمد عبد المنعم أو ياسر برهيم يشيل بالضبط كده غاب هو موجود يقدر أن هو ينزل برضو وينخرط في الأداء الفني ويكون عالي على أرض الملعب عبدالقادر أحمد عبدالقادر من المواهب اللي موجودة اللي ممكن تكون داعم لتنشيط التلت الهجومي بدلا من حسن الشحات أو بيرسيتاو على الأغلى بيرسيتاو قد يبدأ قدير المباراة ما يكملش المباراة نهايتها بسبب اللي حضرتك قلت أنه هو جاي من جنوب إفريقيا ومباراتين خدهما بالضبط كده نفس الأمر انطبق على معلول ونفس الأمر بس عالي معلول لا ممكن يكمل المباراة عالي معلول ما خرجش بشكل كبير المباراة الرسمية اللي كانت في تصفيات إفريقيا الجولة الأخيرة اللي كانت في تونس ما شاركش بشكل كبير ما أجهتش المباراة اللي كانت في مصر يشارك وهم ما بعيدش وكأنه بيتمرم معناد الأهل فالقصة بالنسبة لعلي كمان علي بسم الله ومشاء الله كل ما يكبر يحلى فهو تقيل يعني ممكن يوعد في أرض الملعب لكن تتوقع تأثيرهم بدنيا مؤثر بشكل أو بآخر لكن هم معدين إعداد بالطريقة أو بالأحمال اللي تخليهم يستحملوا مثل هذه المباراة وضغط هذه المباراة القريبة من بعضها البعض وده اللي عملوا ناد الأهلي في السنوات الأخيرة مع ضغط المباراة بدأ يحط أحمال للعبين أن هم يتعودوا زي العابي أوروبا كل ثلاث يام مباراة وأنا جاهز هنا صلابة زينية أولا ثم ما بعد ذلك فنيا وبدنيا أنت واقف على أرض الملعب فما تحسش أنه نقول بداية موسم أو رجل اللي عبين مش في الملعب أو أنه الموضوع هيبقى فنيا سايق الأهلي لو بدأ المباراة بشكل قوي جدا فنيا أعتقد أنه زي ما قول باللغة الكرة هيركى بالجيم ومش هينزل إلا ما يخلص باللقب بإذن لأنه عارف قيمة الفوز بالمباراة فوز ببطولة بداية موسم مغايرة بالنسبة لنادل أهلي أو استمرارية في نتاج إيجابية عبدالحق بن شيخة متخيلين أنه هو حيقف المباراة في الأول طبعا علشان لو الأهلي عارف يخطف زي ما حالك بتقول خلاص المضام فأنت متخيل أنه هيعمل إيه بقى هيقفل نص الملعب خالص أو هيعمل إيه ثلاثة خمسة اتنين أربعة خمسة واحد هو هيحط له زحمة في نص الملعب هيعمل زحمة في نص الملعب ده فكر هذا الرجل عبدالحق بن شيخة وهو ذاكي في التعامل مع هذا الأمر وزي ما قلت مثال بسيط أنه في كأس السوبر في النسخة الماضية هو أعرف يتعامل مع الوداد المغربي والوداد كان حالة بفوزه على الناد الأهلي وعمل شغل كبير جدا فهذا الرجل ذاكي جدا في فكرة أنه ما عندهش نجوم إمكانيات لعبين مش عالية قوي لكن يخرج أفضل ملديهم بما يناسب إمكانياتهم فيزهاءك أنت كفريق كبير وده اللي هيعمله النهاردة هو مش يفتح خطوطه بالمرة وهو عارف كويس قوي إمكانيات لعبين وإمكانيات لعبين ناد الأهلي ذهنيا وفنيا وبدنيا فهو هيكون على قد المباراة تحديدا استغلال طبعا زين الدين بالعيد هذا الكابتن والقائد أن يكون قائد كسير دي باك في التشكيلة بالنسبة لي اتحاد العاصمة مع حاتم الأصيف الردواني نبيل الأعمارة مثلا في خط الدهر مستقرين ما تغيروش رباعي دفاعي تقيل قوي وصلب قوي كان في المباراة الهمة في كأس كون فنرالية عامل حالة من الاستقرار خمس مباراة كلين شيء بدون أن يدخل فيهم أي هدف مع طبعا الحارسة متقلق أسامة بنبوز هذا الحارس اللي برضو كان شكله كويس مع فريق اتحاد العاصمة العين على توسمانج أوربيني هذا اللعب البوتسواني مع خالد بوسيليو ده لعب جزائري بالمناسبة وسيكو كونياتي هذا اللعب المالي الثلاثي ده مع لعب جديد جاي بالمناسبة من مالي هو عبدالله كانو قد يطفع به لكن أفتكرا أنه يبدأ بخالد بوسيليو هذا اللعب الجزائري التلت الهجومي ده هو اللي مالوش مالكة بفكرة أنه ما عندهمش نجم لكن يدعبوا بجماعية وبشفتات بتتعامل ما بين الثلاثي غريبة قوي على فكرة ده أخطر من وجود نجم في الفريق بالظبط كده إنت لو نجم موجود في الفريق وحد بارز ومعروف زي ما بيعملوا مع صلاح كده بالظبط كده بيأتنين بيمسك صلاح بس مهار صلاح بتغلق طبعا ما في الشك طبعا بس أصد أنهما بيعملوا حساب لفرض واحد للعب واحد لكن أنت دلوقتي عندك ثلاثة وبيتبدلوا كمان فأنت مش عارف تخلي فكرة مانتو مان أو أنت تركز على لاعب مع لاعب آخر لا المضاب بيصعب أكتر وإلا حتفضي بقى الملح صحيح وفي اتنين منهم بيقدوا أدوار دفاعية في واحد منهم هو على الأغلب هيكون حر قدام لأنه هو مش هيجازف أنه يلعب ثلاثة أربعة ثلاثة زي النادل أهلي مثلا ولا بجناحين صريحين ولكن هو هيفكر في خمسة في نص الملعب بحيث أنه يدفعوا ولما يطلع في الحالة اللجومية طيارات بتشتغل بشفتات ولذلك دور مروان عطية أعليو ديانج وحتى محمد مجدي أفشا لو لاعب تمانية مش عشر النهاردة نبقى متأخر شوية كلاعب يدير الأمور الدفاعية مع رباية خط الظهر لازم يكون في حالة عالية جدا تحدهم في العرضيات والكورسات اللي بتعمل والضربات الثابتة كمان هم خاطرين جدا فيها فلازم ما نرتكبش أخطاء سهلة وسازجع على حدود الثمانتاشر أو دخل الثمانتاشر للمهاريتهم كمان عالية فما تدهمش مساحة أو فرصة أنهما يكلوك في مثل هذه المساحات في النهاية طبعا بنتمانى كل توفيق للنادل أهلي في هذه المباراة ومشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي محمد عفيفي ألف شكر لك شكرا جدا